أحمد حسان ميدو نجم طبعا النجم العالمي ومستشار نادي بيرامدز كابتن ميدو برحب بيك كابتن ميدو يعني سريعا قصة رمضان صبحي وعدم انضمامه للمنتخب والجدل الكبير اللي أثير خلال الفترة اللي فاتت اي حقيقة القصة دي لا يعني طبعا للأسف تم اقحام اسم رمضان صبحي في مشكلة ايمن اشرف والناس كتيرة يعني قررت وربضت ان مش معنى رمضان وناس اتكلمت بجهل عن الامر ان الناس مش عارفة ايه هي الحقيقة تلت وقالت ان اه ونفس يعني شغالة في الميديا وشغالة في الاعلام نفسه يعني اه واضح جدا ان هما بينفزوا اجندة خاصة اه اجندة بتاعتهم بغض النظر عن مصلح المنطقة بناصر وبغض النظر عن عن اه ايه هي الحقيقة اه انت عارف ايستمع ان احنا دورنا كاعلمين ان احنا ندور على الحقيقة طبعا ولما نعرض اه او نستعرض شيء في اي برنامج احنا اه مسؤولين عنه اه على المستوى التحريري او المستوى الاشرافي او حتى على مستوى التقديم لازم اكون معايا الحقيقة كاملة عشان هي دي اه اهم حاجة اي اعلام ممكن يقدمها الحقيقة اه فيه ناس عندها اجندة خاصة اقحمة اسم رمضان صبحي في مشكلة ايمن اشرف وقصة استدعائه اه لمنتخب المصر ومشكلة كبيرة اللي احنا عايش فيها ده المترانية اردائية ساعة بعد كافة انشال البجري والكدة اللي احنا اه اللي انت عارف اه الناس اللي هتقالف ان رمضان صبحي اه ما عملش كشف طبي وما تعرضش على جهاز الطب المنتخب وده كدد وفضراء وجهل بالحقيقة اه هقول لك انا الحقيقة اه رمضان صبحي عنده اصابة اه في منشأ العضلة اه الخلفية وعنده التهاد في منشأ العضلة الخلفية اه بعد المباراة اه مباراة اه مباراة افرقات تنزانيا بتاعة كرامت اه تم التواصل مع الدكتور ابو العلا ودكتور ابو العلا يعني راضي الموجود حي يرزق اه اه ممكن يتم سؤاله في هذا الامر اه والدكتور ابو العلا طلب من رمضان صبحي ثوره وصوله مطار القاهرة ان هو يعمل اشاعة ام ارآي اشاعة راضين المغناطيسي لانه اللي ان هو عنده اجتماع مع كابتل حسام البدري الساعة اشتاشر صباحه في نفس اليوم رمضان صبحي اول لما يوصل مطار القاهرة الساعة كمانية الصبح راح عمل اه 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 ان هو يعمل اشاعة اه انا راقي اه 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 احا احا اه اه احد مراكز الاشاعة الشهيرة في مصر راح عمل الاشاعة ويمكن تقرير الاشاعة يكون موجود اه معاك اه معنا اه اه بنت عرضه هلأ اعرضه دلوقتي؟ لا لا اعرضه يعني مقاليت وانت الكلم معاه واضح جدا في تقرير الإشاعة المطلع ان بيقول ان رمضان عنده مسك فيه فيه منشأ العضلة الخلفية والتهاب فيه منشأ العضلة الخلفية من جريد تو يعني من الدرجة التانية مما يتطلب رحته على الأقل 12 يوم رمضان خد عشان الناس اللي بتقولون ان رمضان ما تمش ضرده عشان هو الطار اللي موجود مع رمضان مش عارف ليه من القصة التاهد خلاص مفيش مشكلة رمضان خد صورة الإشاعة وتوجه لعيادة الدكتور أبو العيلة قبل اجتماعه مع الكبسة حسام البدري وعرض عليه الدكتور أبو العيلة دكتور المنتخب كشف على رمضان وشاف الإشاعة وشاف التقرير وبناء عليه رفع تقرير وعلى الكبسة حسام البدري بأن استحالة استدعاء رمضان صبحي للمعافقر ده المنتخب مصر دي الحقيقة كلها إسلام احنا عارضين وحررك بالكلام عارضين يمكن التقرير الطبي الخاص برمضان صبحي وده يمكن وده يمكن حاجة خارجة ليكم خاصة ليكم مش موجودة في أي مكان تاني يعني مش موجودة في أي مكان تاني دي الإشاعة يمكنك الإشاعة بتاريخها دي فرط الإشاعة بتاريخها لو شفت على الحاجات اللي معمولة بالأصفل يعني أنا مش قدام أنا مش مصرحة هتلاقي أنه مختوب أنه فيه في السفر الأول مختوب أنه فيه تمزق شد في العضلة تمزق في العضلة الخلفية جريد ون في السفر التحفي أنه فيه الفيهاد جريد تو فيه منشأ العضلة العضلة الخلفية طيب هل أنت شايف أنها يعني في إطار الحملة اللي منساعدت أنا بكلاما من تالوضوح اللي هي موجودة على رمضان صبحي يعني مش عايز أخش إحنا كلنا عارفين ما عندك مشكلة في الكلام ده رمضان العيب شجاع طبيعي أنه يبقى فيه نقض العيب العيب الخاد اختيار والاختيار بتاعه اللي هو خاده عكس توجهات كثيرة كثيرة موجودة وهو خاد خراره ولازم اتحمل مسئولياته اللي بقى شجاع وهو من أول لحظة موجود في هذا الفينامج راجل شجاع راجل من أحسن العيب اللي تأدي في الدور المصري واحد من هدفين الفريق وده اللي كانت أقدار التوقع منه لما تعقدت معاه لكن ما عنده لاش مشكلة حملة مش حملة مش حملة مش مشكلة لكن هو الموضوع كله انه لما ناس تطلع في الاعلام ونس تطلع في الميديا ونس اعلامين تطلع و تقول معلومات مغلوطة عشان تنفذ او تخدم على اجندتها او تخدم على التعليمات النهائية واخدها لا ده ظلط واعيد احنا بنصلا بنقول لكم انا ممكن اكون اعلى فانا اولى اعلام بقول لكم المفروض الطبيعي ان انت لما بتعرض مشكلة لانه هنخلي بتكلك وحش اهو خلينا شكلك وحش خلينا شكلك وحش انا هو ده اعرضنا الحقيقة مخلناش يعني كنتش تمام ان انا اطلع على صورة الاشاعة وكل الكلام ده كله لكن خلاص سلاما الناس بقى فيه دوتس وفيه شكوك وفيه الناس بتربط امور ببعض اه خلاص التقريم موجود قدامكم الدكتور ابو العيلة اه موجود دكتور مصطفى المنهاري اه دكتور رئيس الجهاز موجود كم التواصل مع اه ما بين الدكتور مصطفى المنهاري وما بين الدكتور ابو العيلة والامور مش باحترافية جدا وبنقر عليه كم اتخاذ القران باستلعاد رمضان صبح من المعافكر ومن المباراتين بتوحكين يا وزر القناة طبعا انا عارف ان يعني وقتك ضيق جدا لكن اه 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 انا بس هسألك سؤال بس سريعا يعني طموحاتك الفترة الجاية بالنسبة لاعادة مرة تانية اه نادي بيرامدز للمنافسة زي ما شفناه فا اول موسم لي لا يعني انا 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 ما فيش انا طموحاتك اللي هي انا شخصية انا رجل انا مستشار تاني يعني يعني التفكير مع المدير الفني التفكير مع اللعيبة ايه اللي انت حريص عليه الفترة اللي جاية لا احنا الحمد لله فدا مش بشكل كويس عندنا المدير الفني على اعلى مستوى اه عرب علينا رجل من افضل المدربين ممكن لهم فترة الاخيرة وكان طبيعا انه هو ياخد وقت وما اتعرف على السرقة وثنافية العيدة بجادة عشان تنسجل وتوصل لأفضل مستوى احنا بالمشارة اللي فاتل الحمد لله بنكسى بالمعدي بشكل كويس واللعيبة اه علاقتهم ببعض كويسة جدا عندنا مدير رياضي اه على اعلى مستوى هاني سعيد رجل علاقته باللعيبة كويسة جدا وعلاقته بالجهان جيدة جيدة جدا وعندنا دارة محترفة تقدر تتعامل مع اللعيبة باحترافية كبيرة جدا فكل العناصر العناصر الموجودة واحدة واحدة احنا نشغالين الحمد لله بشكل كويس ان شاء الله المسلم يكمل بالنجاح بالنجمة النجمة الكبيرة النجمة الكبيرة احمد حسان ميدو مستشار نادي بيراميز طبعا عشان وقتك انا بشكرك على توضيحك فيما يخص ازمة عدم انضمام رمضان صبحي للمنتخب الوطني بسبب الاصابة وعراضنا طبعا التقريب الطبي الصادر من الدكتور محمد ابو العلى طبيب المنتخب الوطني اللي ادى لاستبعاد اللاعب هنطلع فاصل